السلام عليكم رح نتحدث اليوم عن الأثار الاقتصادية والاجتماعية لزيادة السكانية تحدثنا في الحصول السابقة عن الوضع السكاني العالمي وحكينا أنه عدد سكان العالم وصل ل7 مليارات و3 بالعشرة مليار نسمة إذن حكينا والمفروض تكونوا متذكرين معنا عدد سكان العالم أنه 7 و3 بالعشرة مليار نسمة وحكينا أنه هاي الزيادة السكانية الكبيرة أدت لآثار سلبية يعني صار عندنا مشكلات عديدة اليوم نتحدث عن مشكلات الناجمة عن زيادة السكانية في العالم رح نحكي عن التزايد المستمر في عدد سكان المدن وتراجع عدد سكان ريفاي أول مشكلة المشكلة الثانية زيادة الطلب على الطاقة المشكلة الثالثة زيادة الطلب على الغذاء المشكلة الرابعة زيادة الطلب على المياه أول شي خلينا نحكي تزايد المستمر في عدد سكان المدن تراجع عدد سكان الريف الريف صاروا يهاجروا ويتركوا أراضيهم ويروحوا للمدينة هل منعرف ليش السبب؟ أنه أهل الريف هجروا أراضيهم في الريف أول شي أنه في المدن اتطور قطاع الصناعة وفي المدن عندنا بتوافر فرص عمل والليه بنشوفها مهمة جدا في حياة الإنسان توافر الخدمات مثل الخدمات الصحية، الخدمات التعليمية، الخدمات الترفيهية هون خلينا نشوف شو العلاقة اللي كانت بين زيادة السكانية والخدمات العلاقة أنه كل ما زاد عندنا عدد سكان في المدينة صار عندنا نقص في الخدمات صار عندنا نقص في الخدمات مثل خدمات التعليم والصحة والسكن والمواصلات لأن الخدمات هي هي موجودة بس عنا زاد السكان فكل ما يزيد عنا السكان رح يصير عنا الضغط على هاي الخدمات ورح يصير في عنا نقص طلعوا شوفوا معي شكل أربعة خمسة طبعا بوضح نسبة زيادة السكانية في عدد سكان المدن والريف هلأ الخط الأزرق ببين سكان الريف والأحمر ببين سكان المدن لاحطوا الارتفاع في عدد سكان المدن وتناقص عدد سكان الريف خلينا نتقل لثاني مشكلة اللي هي زيادة الطلب على الطاقة طبعا خلينا نعرف شو العلاقة بين زيادة السكانية وزيادة الطلب على الطاقة كل ما بزيد عدد السكان أكيد رح يزيد استهلاك الطاقة من مصادرها التقليق دي مثل عندنا النفط والغاز والفح الحجاري شوفوا معي الشكل 4-6 لاحظوا تزايد استهلاك الطاقة الخط اللي باللون الأحمر بين سكان العالم الخط اللي باللون الأخضر حصة الفرد من الطاقة اللي باللون الأزرق بين عندي الاستهلاك من الطاقة شوفوا حصة الفرد كيف وكيف استهلاكه كان يفوق حصته استهلاك الفرد للطاقة كان يفوق حصته طبعا نشوفه بعد عام 1950 صار الإنسان يعتمد على مصادر جديدة مثل عندنا الطاقة النووية وطاقة المياه لأنه صارت حاجة الإنسان متزايدة وصار الطلب يفوق حصة الفرد من الطاقة خلينا ننتقل للمشكلة الثالثة اللي هي زيادة الطلب على الغذاء طيب ما العلاقة بين زيادة السكانية وزيادة الطلب على الغذاء كل ما بيزيد عدد السكان كل ما بيزيد الطلب على الغذاء المشكلة ما رح تتوقف عنا لهون أنه زاد عدد السكان زاد الطلب على الغذاء المشكلة صارت أكبر من هيك كل ما بيزيد طلب إنسان الغذاء أكيد رح تزيد لأنه بدو يلبي حاجاته من مواد الغذائية طيب زادت حاجته للمواد الغذائية رح يصير عنا مشاكل تانية رح يصير عنا تفكك التربة الزراعية ليش لأنه هون رح تزيد عنا الزراعة بدون ما أنه نريح التربة وتاني شي الزراعة أكيد شو بدها؟ بدها ماء فكل ما زادت نسبة الزراعة عنا كل ما زاد انستنزاف المياه كل ما زاد انستنزاف المياه طبعا كل لأنه زادت حاجة الإنسان للغذاء زاد عنا انتاج الحبوب عالميا نلاحظ عنا بالشكل تزايد لاحظوا تزايد السريع في انتاج الحبوب لاحظوا على الخط الأحمر شوفوا 2010-2010 كيف صار تزايد عنا بشكل سريع بسبب تزايد عدد السكان طبعا آخر مشكلة بدنا نتحدث عن زيادة الطلب على المياه ما هي العلاقة بين الزيادة السكانية وزيادة الطلب على المياه؟ كل ما بيزيد عنا عدد السكان كل ما بيزيد عنا الطلب على المياه الشرب والزراع والصناع احنا بنعرف الماء هو أساسي الحياة واستخداماته كثيرة عنا شرب زراع والصناع وتنظيف يعني بكل اشي بحياتنا بنستخدم الماء وما بنستطيع الاستغناء عنها لما زاد عنا الطلب على مياه الشرب والزراع والصناع شو أدى صار عنا؟ انخفضت كميات تصريف الماء في بعض الأنهار والبحيرات ليش؟ لأنه صرر نستخدم الماء بشكل كبير لأنه زاد عنا عدد السكان فانخفضت كميات تصريف الماء في بعض الأنهار والحيرات ثاني اشي تناقص مخزون المياه الجوفية إذن تناقص مخزون المياه الجوفية اللي هي باطن والأرض لأنه انحسرت عنا مياه الأمطار إذن علل تناقص مخزون المياه الجوفية لإجابة نتيجة انحسار مياه الأمطار طبعا كمان لما زاد عنا عدد السكان وزاد الطلب على مياه الشرب والزراع والصناعة هذا أثر برضو على حياة الحيوانات والنباتات في النظم البيئية شو السبب؟ لأنه صاروا يعملوا على إزالة الغابات وبناء السدود إذا منلاحظ أن الشكل 4-8 هو نهر الأردن طبعا نهر الأردن فقط 90% من مياهه في السنوات الماضية بسبب زيادة الطلب على المياه إذن نهر الأردن فقط 90% من مياهه في السنوات الماضية بسبب تزايد عدد السكان هلأ نفتح على صفحة الأسئلة سؤال 3 كالعادة بنحله على الكتاب جيم بتمنى أنك أنت تستنتج من الشكل وتناقشني بإجابته السؤال 4 بتحلوا على الدفتر وأي استفسار أنا جاهزة يعطيكم العافية الثانية